موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم في حلقة جديدة مادة الدراسات الاجتماعية تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم احنا نتكلم النهاردة في درس جديد ووحدة جديدة في مادة الجغرافيا لكن انا حابب بس افكر الناس سريعا عن الوحدة الاولى احنا تكلمنا فيها عن موقع ومساحة الوطن العربي وبعد كده اتكلمنا في درس تاني عن التضاريس للوطن العربي في المناطق المرتفعة والمناطق متوسط الارتفاع والمناطق السهلية وبعد كده اتكلمنا عن المناخ في الوطن العربي وده كان آخر مرة في الجغرافية أنا هبدأ النهاردة في وحدة جديدة تتكلم عن سكان الوطن العرب فنحاول أتناول في الوحدة دي أول حاجة توزيع السكان يعني أنهي المناطق اللي فيها كسافة سكانية مرتفعة أنهي مناطق فيها كسافة مرتفعة ثم مناطق متوسطة الكسافة السكانية مناطق منخفضة الكسافة السكانية ومناطق ندرة من السكان وبرضو هنعرف الأسباب اللي بتؤدي إلى الزيادة السكانية سواء كان الزيادة دي زيادة طبيعية أو غير طبيعية وهنعرف الفرق بينهم وهنوضح المقارنة بين الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية بعد كده هنبدأ نعرف الأسباب اللي بتؤدي قلة عدد السكان في بعض المناطق ده بالنسبة لدرس توزيع السكان فيه درس تاني بيتكلم عن خصائص السكان في الوطن العربي تعالوا نبدأ في درس النهاردة بعنوان توزيع السكان في الوطن العربي أول حاجة عندي في الدرس أن ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي أرض متواصلة بمعنى أن سكان الوطن العربي فيه مجموعة من الخصائص اللي بتوحدهم منها المكان، منها اللغة، منها وحدة العادات والتقاليد لسكان الوطن العربي وده بيعمل تقارب بين جميع الشعوب الوطن العربي كدول عربية يبقى ربنا سبحانه وتعالى وهبنا مجموعة من الخصائص اللي اتقرب سكان الوطن العربي في حاجات كتير منها وحدة المكان أن تقريبا جميع دول الوطن العربي على أرض وحدة والحدود اللي بينهم كلها حدود مصطنعة لكن مفيش فواصل طبيعية زي البحار أو المحيطات بتفصل بين الوطن العربي بشكل كبير اللغة اللي موجودة في الوطن العربي هي لغة واحدة وهي اللغة العربية تقريبا في تقارب في العادات والتقاليد اللي موجودة بين دول الوطن العربي سواء في الجناح الأسيوي أو في الجناح الأفريقي طيب لما أجي أتكلم عن نمو السكان كلمة نمو السكان هو زيادة عدد السكان كل فترة زمنية محددة بمعنى أن السكان مصر كدولة عربية في 2010 غير سكان مصر في 2020 وده في زيادة مستمرة وده يعرف باسم النمو السكان طيب أنا كده لو جبت رسم بياني للسكان موضح عندي في الشاشة بيبدأ من سنة 2000 والحدة 2014 وكمان ممكن نضيف عليه 2019 هنلاقي أن عدد السكان بيزيد من فترة لفترة أول حاجة سنة 2000 عند السكان حوالي 278.5 مليون نسمة ده بالنسبة لسكان الوطن العربي لكن لما جيت 2002 بقى 291 مليون نسمة وهكذا الزيادة بتبدأ تزيد كل سنوات وبالتالي وصلت 2014 ل385 مليون نسمة وفي 2019 وصلت 428 مليون نسمة إذن ده اسمه معدل نمو سكاني كل فترة زمنية محددة طيب أنا كدولة بعرف منين أحدد عدد السكان يعني إيه الإجراءات اللي الدولة بتعملها علشان تعرف تحدد عدد السكان وممكن كمان تصنفهم قد إيه ذكور قد إيه ناس حتى مجال المهن قد إيه في مجال الطب قد إيه مدرسين قد إيه محاميين إيه إلى آخره ده اسمه تصنيف وبالتالي لو أنا دورت هلاقي أن من أقدم الدول اللي عملت تعداد سكاني في المنطقة مصر والأردن أقدم واحدة ملهاج بديل مصر أقدم دولة عربية تقوم بتعداد سكاني الفرق في الدول في التعداد السكاني هو فرق زمني بمعنى لو أنا تكلمت مثلا عن مصر هلاقي أن هي بتعمل التعداد تقريبا كل عشر سنوات يعني كل عشر سنين تبدأ الدولة تعمل تعداد سكاني أما دولة زي الأردن بتعمل التعداد مرة كل خمس سنوات يبقى هنا أقدم دولة عربية في إجراء تعداد سكان هي مصر طب مصر كدولة بتعمل تعداد كل قد إيه التعداد كل عشر سنوات تبدأ الدولة تتحرك تبدأ أن هي ترصد عدد السكان وتصنفهم من حيث مثلا ذكور والإناس من ناحية الديانات من ناحية المهن إلى آخره في دولة زي الأردن لا بتعمل التعداد مرة كل خمس سنوات طيب معدل سكان الوطن العربي قد إيه كنسبة مئوية من سكان العالم أنا هنا مش هتكلم على العدد اللي أنا قلت عليه فعليا لا أنا هتكلم عن نسبة أنا عايز أعرف نسبة سكان الوطن العربي قد إيه من سكان العالم أقول لك خمسة ونص في المية من سكان العالم أنا كده بتكلم عن سكان الوطن العربي العام 2019 ده سمه معدل السكان بالنسبة المئوية خمسة ونص في المية من سكان الوطن العربي هم جزء من سكان العالم يبقى ده كلمة نمو سكان طيب وبيوضح الكلام ده في الرسم البياني اللي قدامي وإحنا اشتغلنا عليه لما أجي بعد كده أتكلم عن ما المقصود بسكان الوطن العربي هقول لك هم مجموعة من الأفراد الذين يعيشون فوق أراضي الوطن العربي وبتجمعهم أرض واحدة لغة واحدة تاريخ واحد ومجموعة من العادات والتقاليد دول سكان الوطن العربي مع بعض هم مجموعة من الأفراد بيعيشوا في مكان واحد أرض واحدة وهي دول الوطن العربي في روابط قوية بينهم منها لغة منهم عادات وتقاليد منهم تاريخ وبالتالي كل دول في ترابط بين سكان وشعوب دول الوطن العربي ده بالنسبة لما المقصود بسكان الوطن العربي عندي بعد كده كلمة تعداد سكاني كلمة التعداد هي حصر عدد السكان مرة كل فترة زمنية مصر عشر سنوات الأردن خمس سنوات طيب التعداد السكاني هل مقصود بي أننا أعد السكان فقط؟ لا ده نعايز أعرف عددهم أدي إيه؟ محتاج أننا أعرف أدي إيه منهم ذكور وأدي منهم إناس محتاج أعرف الديانات هنا أدي إيه وهنا أدي إيه؟ وكمان أعرف المهن القوة البشرية وقوة الموارد البشرية عندي أدي إيه في مجالاتها المختلفة طيب لو أنا سألت نفسي هو التعداد السكاني ده أصلا مهم؟ يعني هل من المهم من الدولة كل فترة تعمل التعداد السكاني؟ طبعا مهم لأن الدولة بتبدأ تحدد خطتها ومشروعاتها بناء على احتياج الموارد البشرية اللي عندها على سبيل المثال لما يكون عندي زيادة سكانية بقدر معين فأنا محتاج أزود احتياجاتهم من تعليم من رعاية صحية من احتياجاتهم حتى في الأكل والشرب بابقى عارف إيه الخطط المستقبلية اللي أنا محتاج أعملها في الدولة فأوفر احتياجات الموارد البشري أو النمو أو الزيادة السكانية المستمر وبالتالي مهم قوي أن الدولة تعمل تعداد سكاني كل فترة زمنية محددة يبقى تاني معنى كلمة تعداد سكاني هي إحصاء أو حصر عدد السكان مرة كل فترة زمنية من حيث العدد حيث النوع من حيث المهن ده معنى كلمة تعداد سكاني طبعا هي بتختلف عن النمو السكاني النمو السكاني ده هي زيادة السكان خلال فترة زمنية معينة وبعرفها بالتعداد السكاني طيب نمو السكان للوطن العربي هي زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة زي ما احنا قلنا ولو لاحظنا بالتواريخ اللي قدام لسنة 2000 الإحصاء بيقول 278.5 مليون نسمة 2002 النمو زاد أكتر 291 مليون نسمة 2004 3199 مليون نسمة وهكذا الزيادة مستمر حتى عام 2019 حتى لما نوصل بعد كده بعد 2020 و2025 فده نمو سكاني بشكل مستمر طيب ده بالنسبة لمعدل النمو السكاني تقريبا بالنسبة المئوية بالنسبة لمعدل نمو سكان العالم فانا قصد هنا سكان الوطن العربي نسبتهم في النمو مش في العدد النمو السكاني اللي كل فترة ده 2.6% من النمو السكاني العالمي يبقى هنا الزيادة اللي موجودة والنمو اللي موجود السكاني في الوطن العربي بالنسبة لنمو سكان العالم حوالي 2.6% من النسبة العالمية طيب ايه أسباب النمو السكاني؟ يعني ايه اللي يخلي السكان يزيدوا كل فترة والتعداد يزيد كل فترة أنا عندي سببين للنمو أو الزيادة السكانية أول سبب ده بيكون حاجة اسمها الزيادة طبيعية طيب السبب الثاني حاجة اسمها الزيادة غير طبيعية ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه الزيادة الطبيعية ويعني ايه الزيادة الغير طبيعية؟ أولا بالنسبة للزيادة الطبيعية هقولك يا بتحصل بسبب الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات يعني ايه؟ يعني لما اقول ان عدد الموليد في الدولة السنة دي زاد وصل مثلا لخمسين مليون طفل ده ورقم كبير طبعا ومعدد الوفيات أقل حوالي خمسة مليون حالة في السنة كلها إذن أنا عندي زيادة هائلة في معدد الموليد ومعدد الوفيات قليل جدا يبقى اللي زاد على المجتمع عدد كبير من الناس فيحصل زيادة طبيعية يبقى لما اجي اعرف اقول ايه هي زيادة طبيعية؟ تقولي هي الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات فدي اسمها زيادة طبيعية في الدولة هي كسرة الانجاب كسرة الموليد طب الوفيات لا الوفيات عرضهم قليل الزيادة الغير طبيعية هي بتحصل بسبب الهجرة فيه انواع من الهجرة أنا عندي هجرة داخلية وعند هجرة خارجية على سبيل المثال لو انا قلت الهجرة جاية من الريف للمدن زي مثلا الهجرة من اي منطقة ريفية للقاهرة او للاسكندرية ده هيعمل لي زيادة غير طبيعية هو بيهاجر هو بيسيب القرية بتاعته ويجي المدينة او محافظة القاهرة او الاسكندرية لبحثا عن فرص العمل او بسبب ارتفاع الاجور فبيزود عدد السكان في القاهرة فدي اسمها زيادة غير طبيعية ودي كده هجرة داخلية يعني جوة الدولة انا مش عدي بر حدودها لو انا قلت بقى زيادة غير طبيعية بس هعمل هجرة خارجية فانا اقول مثلا بعض من سكان مصر هيسافروا دول الخليج عشان فرص العمل وارتفاع الاجور يبقى الدول المستقبلة للسكان اللي هي دول الخليج زي السعودية او الكويت او غيرها عدد السكان عندها يزيد يبقى اسمها زيادة غير طبيعية يبقى انا لما اسأل هو ليه السكان بيزيده ليه فيه نمو مستمر للسكان هقولك فيه سببين للزيادة واحد زيادة طبيعية اتنين زيادة غير طبيعية طب اعرف يعني زيادة طبيعية هقولك هي الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات طيب الناحية التانية ايه الزيادة الغير طبيعية تقول لا دي بتحصل بسبب الهجرة المستمر لو هجرة داخلية تبقى من منطقة الريف للمدن بحثا عن فرص العمل او ارتفاع مستوى المعيشة او ارتفاع الاجور او الخدمات المختلفة طيب هجرة خارجية من مصر مثلا او من سوريا لدول الخليج نفس الاسباب انا بدور على فرصة العمل افضل اجري مرتفع وبالتالي الدولة المستقبلة للسكان اللي هم السكان هجروا وسافروا ليها عدد سكان هيزيد فدي اسمها زيادة غير طبيعي طيب لما اجي اتكلم عن زيادة الموليد زيادة الموليد بتزيد الموليد بسبب كسرة الانجاب في ارتفاع في معدل الانجاب وبالتالي الموليد بيزيدوا بشكل مستمر لكن السؤال ايه الاسباب اللي بتعمل قلة في الوفيات؟ يعني مثلاً عدد الوفيات مليون فقط او نقل عن كده كمان ايه الاسباب اللي تخلي نسبة الوفيات قليلة؟ اول حاجة لما قدم رعاية صحية جيدة انا هرفع هرفع مستوى الرعاية الصحية في الدولة وبالتالي وغالباً بيقاص بعدد الدكاترة والمستشفيات فده بيقلل عدد الوفيات ادي واحد رقم اتنين ارتفاع مستوى المعيشة ده بيقلل عدد الوفيات طيب رقم تلاتة لما يكون فيه رعاية صحية جيدة جداً جداً ومستمرة لأطفال لأن الأطفال بيبقوا أكثر حساسية لأي مشكلة أو أي مرض يبقى أنا عندي عوامل بتقلل الوفيات أول حاجة لما حسن الأحوال الصحية تاني حاجة لما أرفع مستوى المعيشة للفرض وبالتالي بيكون أكثر رفاهية وبالتالي ده بيقلل نسبة الوفيات الحاجة الأخيرة هو أن أنا بركز أكتر على المرحلة العمرية الصغيرة وبقدم رعاية طبية جيدة جداً للأطفال وبالتالي الوفيات قليلة طب الموليد لا الموليد أكتر فيزيد عدد السكان ودي اسمها زيادة طبيعية زيادة طبيعية الفرق بين الموليد وبين عدد الإيه؟ الوفيات طيب لو إحنا قلنا بعد كده إن معدل الوفيات ممكن يزيد يبقى هو في الطبيعي لو أنا وفرت رعاية طبية جايزة جداً للكبار الاتفاع في مستوى المعيشة ركزت أكتر على الأطفال في الجانب الصحي ده هيقلل الوفيات لكن لا أنا ممكن يبقى عندي استثناءات ممكن يبقى عندي بعض الأماكن وبعض الدول اللي بيزيد فيها نسبة الوفيات وده أكيد بسبب المشاكل والحروب أو انتشار بعض الأمراض والأوبئة وبالتالي بيرفع لنسبة الوفيات في الدولة وممكن يوصل الحال إن عدد السكان يقل مش ما يزيدش لما الوفيات تزيد قوي عن الموليد فده بيؤدي إلى هنلاقي بقى الرسم البياني مش بيزيد لا بيقل في عدد السكان الدول اللي بيقل فيها السكان الصومال في عندي فيها مشاكل وفي عندي مجاعات وعندي انتشار الأمراض والأوبئة سوريا فلسطين وده بسبب الحروب اللي موجودة هناك وبالتالي ده يقلل يقلل الموليد ويزود الوفيات فالسكان يقلل يبقى عندي استثناء ما زال معدل الوفيات في بعض الدول بيرتفع وده بسبب الحروب والمشكلات والأمراض والأوبئة زي دولة سوريا وزي دولة فلسطين أو العراق أو الصومال لما تكلم أكتر عن الزيادة الطبعية والزيادة الغير طبعية همسك شوية كده في الزيادة الغير طبعية زي ما قلتلك بتحصل بسبب الهجرة الهجرة المستمرة سواء كان الهجرة دي داخلية أو هجرة خارجية فدي أنواع فلما اسألك وقولك إيه هي أنواع الهجرة تقولي نوعية فيه هجرة داخلية داخل حدود الدولة وغالبا هتبقى من الريف للمدن النوع التاني هجرة الخارجية ودي أنا هسيب الدولة كلها وهروح أشوف دولة تانية والأغلب بيكون من مصر أو سوريا متوجهين للدول الخليج بحثا عن فرص العمل أو ارتفاع في مستوى المعيشة أو الأجور المرتفعة يبقى عامة كلمة زيادة غير طبيعية تقولي تحدث بسبب الهجرات المستمرة طب ليه يعمل هجرة بحثا عن فرص عمل بسبب ارتفاع الأجور ارتفاع في مستوى المعيشة وجود خدمات أفضل وبالتالي تعمل زيادة غير طبيعية في الدول المستقبلة للسكان دول الخليج زي السعودية زي الكويد زي الإمارات إلى آخره من الدول اللي في الخليج المستقبلة للسكان اللي بيدوروا على فرص عمل بأجور أعلى فدي اسمها زيادة غير طبيعية طيب ده كمان بالنسبة الأنواع الهجرة زي ما قلت هي هجرة داخلية وهجرة خارجية لما أتكلم عن توزيع السكان ألاحظ أن السكان مش سبتين في عددهم من مكان لمكان حتى داخل الدولة الوحدة يعني لما أتكلم عن مصر على سبيل المثال أكيد عدد سكان في الوادي والدلتة مش زي العدد السكان في المناطق السحلية وبيختلف عن عدد السكان في المناطق الصحراوية ده اسمه توزيع السكان وفي عوامل تؤثر في توزيع السكان يبقى تاني لو أنا قلت ده علامة صحة أو خطأ يتساوى عدد السكان في الدول العربية لا طبعا غلط يختلف توزيع السكان من دولة لدولة بل يختلف التوزيع داخل الدولة الوحدة وفي عوامل تؤثر على هذا الكلام عوامل طبيعية وعوامل غير طبيعية تؤثر في توزيع السكان بشكل عام طيب انا لو حابب اعرف مثلا ايه الدول اللي فيها كسافة سكانية مرتفعة جدا او ايه المناطق اللي في الوطن العربي بشكل عام فيها كسافة سكانية مرتفعة جدا هقولك مصر تحديدا منطقة الوادي والدلتا يبقى اول منطقة او اول دولة فيها كسافة سكانية مرتفعة جدا وخلي بالك من كلمة جدا هي مصر في منطقة الوادي والدلتا ده اول مكان في عندي كسافة سكانية مرتفعة بس أنا شلت كلمة جدا دي يبقى أنا أول حاجة كسافة مرتفعة جدا فقلت لك ودي النيل ودوت في إيه ودلت طبعا في مصر لما قلت كسافة مرتفعة واسكت هتلاقي بعض المناطق زي شمال سوريا وشمال العرق شمال سوريا وشمال العرق المنطقة اللي بعد كده متوسطة الكسافة السكانية هتلاقيها في بعض المناطق في بلاد الشام وشمال أفريقي ديت متوسطة الكسافة السكانية بعض المناطق في الشام وشمال أفريقي في عندي بعد كده مناطق قليلة أو منخفضة الكسافة السكانية زي هضبت الشطوط بالجزائر ديت منخفضة الكسافة السكانية هضبت الشطوط بالجزائر آخر منطقة عندي هي ندرة الكسافة ندرة الكسافة يعني قلة جدا في السكان وهي المناطق الصحراوية أو الصحراء العربية يبقى ده توزيع السكان ولو أنا ركزت هلاقي أني فيه اختلاف من مناطق كسافة مرتفعة جدا طب كسافة مرتفعة وسكت مقلتش جدا طب متوسطة منخفضت الكسافة وأخيرا نادرة الكسافة السكانية زي المناطق الصحراء زي الصحراء الكبرى على سبيل المثال في المناطق في الدول العربية طيب هنلاحظ في الخريطة اللي قدامنا ديت توزيع السكان انا حابب ان انا اوضح اكتر اوضح اكتر الخريطة دي على البورد الكبيرة عشان تبقى واضحة اكتر احنا عايزين اكتر نركز على الخريطة بتاعتنا في توزيع السكان واحنا هنلاحظ واحنا شغالين ان فيه فعلا اختلاف في توزيع السكان وانا عندي في مفتاح الخريطة ولازم اركز بكلمة مفتاح الخريطة دي بشكل مستمر ان الالوان المختلفة كل لون في مفتاح الخريطة بيوضح الكسافة السكانية الموجودة يعني اول حاجة كسافة سكانية مرتفعة جدا وبدأ ان هو يحدد لك على الخريطة منطقة وادي النيل والدلتة في مصر وبعض المناطق في السودان انا عرفت الرمز ده منين من المفتاح اه عرفت اللون الغامق ده يبقى كسافة سكانية مرتفعة جدا فقدرت احدد ان هي في وادي النيل والدلتة في مصر طيب هبدأ بعد كده كسافة سكانية مرتفعة انا خدت بالي ان هي في بعض المناطق زي مثلا العراق وسوريا او شمال العراق وشمال سوريا المنطقة اللي بعدها كسافة سكانية متوسطة هنا خدت بالي ان هي موجودة في شمال افريقيا ومنطقة بلاد الشام اللي بعدها كسافة سكانية منخفضة انا خدت بالي ان هي في منطقة هضبة الشطوط في الجزائر اخر منطقة كسافة سكانية ندرة جدا وقليلة فهي مناطق السحراء العربية منطقة السحراء الكبرى في الوطن العربي اذا السكان بيتوزعوا باختلاف في الوطن العربي وفي عوامل مؤسرة في التوزيع ده وده واضح من الخريطة وانا ممكن اجيب لك فيها سؤال مثلا عند الوادي والدلتة وقول لك مثلا منطقة نقط بها كسافة سكانية مرتفعة جدا فانتو قل لي منطقة الوادي او منطقة الدلتة فلازم اخد بالي دايما من الخريطة ودايما بفكرك وانت بتذاكر الجغرافية قدامك خريطة واتطبق شغلك على خريطة طيب لما اجي اشوف الجدول اللي قدامي وابدأ ان انا اراجع الاسئلة بتاعتي كده اقول لك اول حاجة مناطق الكسافة المرتفعة جدا اه يا مستر ده هي في الوادي والدلتة في مصر اهو يبقى وادي النيل والدلتة فيها كسافة سكانية مرتفعة جدا طيب مناطق مرتفعة الكسافة انا قلتلك موجودة في شمال العراق وشمال سوريا يبقى العراق وشمال سوريا المنطقة اللي بعدها مناطق متوسطة الكسافة انا هنا عندي ولا مرتفعة جدا ولا مرتفعة هي مناطق متوسطة الكسافة شمال بلاد الشام وشمال افريقيا يبقى الجهات السحلية في بلاد الشام وشمال افريقيا مناطق منخافضة الكسافة السكانية هضبت الشطوط بالجزائر مناطق ندرة الكسافة السكانية الصحراء العربية زي الصحراء الكبرى يبقى دي مناطق توزيع السكان من مرتفعة الكسافة جدا ومرتفعة الكسافة وسكبت ما قلتش جدا ثم متوسطة الكسافة منخافضة ندرة وده اتكلمنا عنه في الخريطة واحنا ممكن نكمل حل اسئلة ومراجعة في الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه اول حاجة بيقولك ما المقصود بالنمو السكاني هي معدل زيادة السكان خلال فترة زمنية معينة يبقى زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة دي حاجة اسمها النمو السكاني طيب رقم 2 الزيادة الطبعية انا قلت لك ان الزيادة الطبعية هي الفرق بين معدل الموليد ومعدل الوفيات فمعدل الموليد لما يزيد والوفيات يقل يعمل لي زيادة اكتر في الزيادة الطبعية طيب رقم 3 الهجرة الهجرة هو انتقال الفرض من مكان لمكان ممكن يبقى المكان ده جوا الدول من مثلا المناطق الرفية للمدن ممكن يبقى من دولة لدولة من مصر او سوريا اروح دول الخليل ايه الهدف من الهجرة انا بدور على فرص عمل وبدور على اجور مرتفعة يبقى الهجرة هي انتقال الفرد من مكان الاخر بغرض الاقامة او العمل الكسافة السكانية انا بقدر احسب الكسافة من خلاله انا بقسم عدد السكان على المساح بمعنى يبقى كسافة سكانية عدد السكان مقسوم على المساح انا لو عندي في مصر مثلا حوالي 100 مليون نسمة بروح اسمهم على المليون كيلومتر مربع فهديني تقريبا الكسافة ان انا عندي 100 فرد في كل واحد كيلومتر فدي اسمها الكسافة السكانية يبقى كلمة كسافة السكانية بقسم عدد السكان على المساحة الفعلية اللي موجودة في الدولة كلها فده اسمه كسافة سكانية بما تفسر انخفاض معدل وفيات في معظم الدول العربية للوفيات قليلة في اغلب او معظم الدول العربية انا عندي اسباب منها ان انا عندي رعاية صحية جيدة جدا لكبار السن عندي ارتفاع في مستوى المعيشة رقم 3 عناية بالاطفال وصغار السن يبقى الاجابة بسبب تحسين الاحوال الصحية ارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الرعاية الطبية للاطفال السؤال اللي بعده ارتفاع معدل وفيات في الصومال وسوريا انا عندي في حروب وبالتالي الحروب دي هتقلل عدد السكان فهتزود الوفيات في بعض المناطق اللي فيها مجاعات او مشكلات وبالتالي بتعمل نفس الهدف وهو قلة عدد السكان وزيادة الوفيات يبقى بسبب انتشار الاوباء او الامراض قلة الرعاية الصحية وانتشار الحروب نمو السكان الوطن العربي او التزايد المستمر للسكان في الوطن العربي يعني عندي زيادة طبيعية وعندي زيادة غير طبيعية يبقى بسبب زيادة الموليد بشكل مستمر ونقص الوفيات يبقى يسميها زيادة طبيعية ارتفاع الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي ليه الزيادة الطبيعية مرتفعة تقولي بسبب زيادة الموليد وقلة الوفيات يبقى بسبب زيادة عدل الموليد وقلة عدل الوفيات في الوطن العربي فتزود لي الزيادة الطبيعية هجرة أهل الريف إلى المدن في الوطن العرب أو من مصر للدول الخليج بحثا عن فرص العمل عايزين مستوى معيشة أعلى عايزين أجور أعلى يبقى الإجابة بحثا عن فرص العمل أو إقامة في مدن فيها مستوى معيشة مرتفع فيها أجر مرتفع ارتفاع الكسافة السكانية في المدن احنا قلنا بسبب توفر فرص العمل بسبب توفر الخدمات بسبب ارتفاع مستوى المعيشة يبقى بسبب قيام الصناعة وتوافر فرص العمل المستمرة وارتفاع الأجور ومستوى المعيشة ما النتائج المترتبة على؟ تحسن الأحوال الصحية والتقدم الطب في معظم الدول العربية يبقى أنا هيئلة عندي الوفيات وبالتالي هيزيد الموليد فهيزيد السكان يبقى أنا عندي أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الوفيات في معظم دول الوطن العربي مع زيادة الموليد فهيبدأ أن احنا يكون عندنا زيادة طبيعية مرتفعة آخر سؤال عندنا انخفاض معدل الوفيات وزيادة معدل الموليد إلا هينتج عن ده هينتج عنه زيادة عدد السكان في الوطن العربي وحدوث ارتفاع في الزيادة الطبيعية ده كان بالنسبة للمراجعة للجزء ده وإحنا مع بعض هنكمل مراجعة الدرس طيب لو إحنا نفتكر من الأول اتكلمنا عن حاجة اسمها نمو السكان وقلنا التعداد السكاني في بعض الدول بتعمله كل عشر سنوات مثلا زي مصر وفي دول بتعمله كل خمس سنوات زي الأردن مصر أقدم دولة عربية تعمل تعداد سكاني وبالتالي من خلال التعداد أنا هقدر أعرف احتياجاتي إيه واحتياجات الموارد البشرية اللي عندي عرفنا زيادة السكان وهي زيادة طبيعية وأخرى غير طبيعي وقلنا برضو أن أنا عندي توزيع سكاني مختلف وهنتكلم المرة اللي جاية عن أسباب اختلاف توزيع السكان في الوطن العرب يارب أكون في التوكو النهاردة شكراً لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته